السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ خصوصا من تلاميذ الباكالوريا قبلون على الانتحان الوطني الموحد للباكالوريا دورة يوليوز 2020 دمي فيديو اليوم حصري على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري سأتكلم فيه عن مواضيع الانتحان الوطني الموحد للباكالوريا دورة يوليوز 2020 وهل ستعتمد الوزارة مواضيع اختياري إذن قد يعرفوا المواضيع الانتحان الوطني الموحد كيف يقدر يكون المسؤول على إنجاز مواضيع هذا الانتحان وكذلك هل ستعتمد الوزارة على مواضيع اختياري إذن مواضيع الانتحان الوطني الموحد للباكالوريا دورة يوليوز 2020 إذن لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والتلميذات في كل ربع المملكة سيتم اعتماد الدروس التي تم إنجازها حضوريا من هذه المعلومة عارفينها؟ انطلاقا من بلاغ وزارة التربية الوطنية إذن قلنا بأنه بناء على مبدأ تكافؤ الفرص الوزارة قررت أنه ما تحتش الامتحان من الدروس التي تم إنجازها يعني غادي تحت الامتحان فقط في الدروس التي درسوها في القيزة حضوريا إلى حدود تحليق الدراسة أي 14 مارس يعني إلى حدود 14 مارس دكش اللي تنجز ما بعد 14 مارس في الإداءة والأساتيدة اللي كانوا تخدموا معكم أو تاني دكش في واتساب تعليم عمبوع ما دخلش اللي دخل فقط حضوريا اللي في القسم يعني الفترة ما قبل بداية الحجر الصحي يعني المواضع دي الامتحان وزارة هتركز فقط على الدروس للدروس قبل الحجر الصحي فهم؟ عبد البال تانيا هل ستعتمد الوزارة مواضيع اختياري؟ إذن انتبوا معي رغم عزم الوزارة اعتماد الدروس الحضورية في إنجاز مواضيع الامتحان الوطني تبقى هناك تفاوتات في إنجاز الدروس من جهة لأخرى كيف ذلك؟ يعني بالرغم من أن الوزارة بغيت دير فقط الدروس الحضورية اللي تم الإنجاز ديالها في القسم ولكن كين هناك تفاوتات شن المعنى ديال التفاوتات؟ بأنه كين بعد الجهات مثلا سابقين في الدروس جهات أخرى وكين جهات اللي هم معطلين في الدروس دونك كيفاش الوزارة غدتتعامل مع هذه المشكلة؟ إذن الحل حسب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكويل المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يعني إش نقال؟ فتصرح بأن المركز الوطني للامتحانات ولجنة المفتشين هما اللذان لهم الصلاحية في اقتراح المواضيع يعني هاد جهاته؟ المركز الوطني للامتحانات ولجنة المفتشين هاد لجنة المفتشين؟ يكون فيها مجموعة من المفتشين اللي كيسهروا على إجاز الامتحانات إذن هما اللي عندهم الصلاحية في اقتراح المواضيع يعني في اقتراح ذاك الأسئلة وذاك التمارين اللي كيكونوا في الامتحان ويمكن وضع مواضيع اختيارية لحل مشكل التفاوتات بين جهة وأخرى إذن كحل بالنسبة للوزير السيد سعيد أمزازي قال بأنه يمكن لها المركز ديال الامتحانات وهاد لجنة المفتشين أنها توضع مواضيع اختيارية يعني ممكن يقترحوا مواضيع اختيارية أو أسئلة اختيارية وكذلك الوزير قال بأنه المركز الوطني اللي امتحانات لجنة المفتشين قال بهذه العبارة بأنه مقدم شغالهم وعارفين حسن مننا صالح التلمي كانت منه صادقين أنه هاد صالح التلمي لإبان أوراق المتحان إن شاء الله ويكون مبدأ تكافؤ الفرص هو السائل إذن هاتشي اللي كان في الفيديو وفي الأخير أتمنى لكم النجاح والسداد وما تنساوش دائما دعموا قناة ثربويات مع الأستاذ محمد البخاري دائما معكم من أجل الأخبار الموتوقة ولا غير الأخبار الموتوقة إذن الشراك في القناة الضغط على زر الجرس لكي يسألكم كل جديد القناة وكذلك إعجاب للفيديو وما تنساوش أنا ديما معكم وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر